عقد محافظ حضر موت اللواء الركن فرج سالمين البحسن بمدينة المكلة اجتماعا مع أعضاء اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضر موت لمناقشة تطورات الأحداث الأخيرة في منطقة العيون وفي مستهل اللقاء استعرض المحافظ مع اللجنة التنفيذية مخرجات لقاء حضر موت العام والتي أثمرت عن اتفاق الجميع حول سرعة تجاوب السلطة المحلية في تنفيذ البنود المتعلقة في التسعيد المخالف للمخرجات الصادر عن السلطة المحلية واللجنة التنفيذية واجدد المحافظ وقوفه وتضامونه مع كافة المطالبة المتعلقة بحضر موت وفق آلية محددة وبطرق سلمية قانونية مؤكدا مواصلة السلطة المحلية تنفيذها لكافة البنود والتواصل مع قيادة الدولة والحكومة لوضع مصفوفة المطالب التي تخص حضر موت وحذر المحافظ من استغلال بعض القوى المعادية لهذه التجمهرات الكبيرة لخلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار ترجمة نانسي قنقر